أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته الثالثة عشرة التي عقدها ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع مشروع قانون تنظيم دائرة الأشغال العامة وتوصياته بشأن سياسة دائرة شؤون الضواحي والقرع إلى التفاصيل مشروع قانون تنظيم دائرة الأشغال العامة هو المحور الرئيس الذي طرح تحت قبة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته التي عقدت برئاسة خول عبد الرحمن الملة رئيسة المجلس وأحضر جانبا منها سعادة المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة الذي ألقى كلمة استعرض خلالها إنجازات الدائرة طوال الفترة المنصرمة حقيقة هذا المشروع جاء بعد مناقشة طويلة مع الإدارة القانونية والمجلس التنفيذي واليوم تم مناقشته في المجلس الشاري وهذا المشروع جاء حقيقة كمشروع تحديث لاختصاصات الدائرة واللي حقيقة الدائرة منذ نشأته إلى حد الآن طرأت عليها بعض المراسيم بعض التحديثات واللي وجب علينا أن نعمل هذا التحديث في هذا القانون ولله الحمد المجلس أقر مشروع القانون وخرجنا بمجموعة توصيات تخدم عمل الدائرة وأيضا إن شاء الله تعمل لخدمة أو مصلحة الإمارة وخلال الجلسة التي حضرها عدد من طلبة كلية القانون والهندسة بجامعة الشارقة تل العظم حمد عيسى الدرمكي مقرر لجنة المرافق العامة تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون بمواده الإحدى عشرة ليبدي بعدها الأعضاء أراءهم حوله ومن ثم اعتماده بعد إدخال عدد من التعديلات عليه ناقشنا العديد من الأهداف والاختصاصات والمواد التي كانت تضمن داخل المشروع والتي تصب في تحقيق الرؤية المستقبلية للدائرة ضمن اختصاصاتها وأهدافها وأعمالها طبعا لله الحمد تم اعتماد القانون بتوصياته ونشكر المجلس على ذلك طبعا القانون باعتماده هذا سيعطي دفع للدائرة بتحقيق رؤيتها وخطته الاستراتيجية بشكل أفضل في الفترة الحالية كذلك أقر المجلس الاستشاري توصيته بشأن سياسة دائرة شؤون الضواحي والقرى بعد أن ناقش مهامها وأدوارها في الجلسة السابقة أهم التوصيات هو دورهم في الإسراع في مسألة انهاء مدونيات المتوفين من المواطنين ثم دور الثاني دور أمني واجتماعي في مسألة اعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالجانب الأمني والجانب الاجتماعي بالتنسيق مع الجهة المختصة مثل الشرطة مثل دائرة خدمات اجتماعية لرصت هذه الظواهر وعداد البحوث والدراسات والحلول بشأنها لتخفيف من بعض المشاكل التي نواجهها في الضواحي وفي ختام الجلسة الثالثة عشرة من المجلس الاستشارية علنت رئيسة المجلس أن الجلسة القادمة التي ستكون في الخامس من أبريل سيتم فيها مناقشة مشروع قانوننا بشأن الوقف في إمارة الشارقة